لم يدر في خلد الملدغين من ذات الجحر ألف مرة ممن استبشروا بقدومه وكأنه المخلص للبلاد والعباد أنه يخلع ما ألبسوه إياه من ظنونهم وأحلامهم الوردية بعد سلفه عادل عبد المهد الغارق في دماء الأبرياء حتى أذنيها ليرتدي بزة الميليشيات علنا ويقضي على آخر أمل يعتبره كثيرون أنه قد يكون الضوء المنتظر في نهاية النفق وكأنهم تناسوا سلال الكاظم من ذات الإطار وهو العملية السياسية وتقول المصادر أن الكاظم يسعى إلى لملمة شتات ميليشيا الحشد وحل الخلافات بين الميليشيات الطائفية والأخرى الموالية لطهران بشأن آلية توزيع المناصب القيادية داخل هيئة ميليشيا الحشد بعد تصاعد التوتر بينها عقب مقتل رئيس الهيئة أبو مهد المهندس بضربة جوية قرب مطار بغداد الدولية الكاظم زار هيئة ميليشيا الحشد بعد يومين من زيارته لمقر جهاز مكافحة الإرهاب وظهر الكاظم بين صفين من قادة الميليشيات فعن يمينه تلك الموالية لطهران وعن يساره الأخرى التي تأتمر بأمر مرجعية السيستاني لكن الملفت في الأمر أن الكاظم خلع بزته المدنية وارتدى بزة ميليشيات الحشد المصادر كشفت أن زيارة الكاظم لهيئة ميليشيا الحشد جاءت لإنهاء الخلافات وتسوية ملف المناصب الرئيسة داخل ميليشيا الحشد لكنها قلبت الطاولة عليها فضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصوره وهو يخلع بزته المدنية ويرتدي بزة ميليشيات الحشد فزالت الغشاوة عن أعين من توسموا به شيئا من خير للبلاد والعباد بعد طول انتظار وانكشف أمام آيونهم مشهد جديد من مسرحية طال انتظار نهايتها لم ينجح الكاظم في حل الخلافات بين ميليشيات الحشد المرتبطة بالنجف وتلك الموالية لطهران لكنه كسر الجمود وحالة القطيعة التي كانت تخيم على الأجواء غير أنه لم ينس أن يسلم ذقنه للميليشيات كما يقول مراقبون فالفياض والخال أبو زينب ألامي مسؤول استخبارات ميليشيا الحشد التابعان للحرس الثوري الإيراني وغيرهم من بين الحاضرين في هذا الاجتماع الذي كشف فيه الكاظمي تبعيته لهم بكل وضوح ترجمة نانسي قنقر